بسم الله الرحمن الرحيم هيا نتذكروا معا رؤية مدرستنا وبعد أن استمعنا إلى رؤية مدرستنا هيا نتذكروا معا قيمتنا الإسبوعية تتحدث قيمتنا الإسبوعية عن صفة الكرم فالكرم هو أن تعطي أقصر من استطاعتك وعزة نفسه وأن تأخذ أقل مما تحتاج إن كرم الله علينا أنه يعطيك المال ثم يلهمك أن تتصدق به ثم يسخر لك فقيرا يأخذها ثم يقبلها منك ثم يبارك لك في رزقك الذي هو أعطاك إيا فقد قال رسولنا الكريم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هيا لنقرأوا معا هذه الكلمات فلنتهجأ الحروف تهجئة صحيحة البحري أبي أبي أحب ضابط سنقوم اليوم سنتعلم كيفية كتابة الحروف بشكل صحيح داخل الكلمات وسنتعلم أيضا كتابة كلمات غيب من خلال الهجاء الصحيح من خلال مهارتي الخط والإملاء حدفنا لهذا اليوم أن تكتب الطالبة جملة الخط بخط نسخ مقرو سنقوم بكتابة جملة ولكن يجب علينا اتباع معايير الخط وهي كتابة الحرف بشكل صحيح فالنرى من الأعلى إلى الأسفل سنقوم الآن بكتابة جملة الخط ولكن يجب علينا اتباع معايير الخط وهي مراعاة طرق المسافات المناسبة بين الحروف وبين الكلمات أيضا فلنقوم بفتح الكتاب صفحي 83 وقراءة جملة الخط انظروا معي إنها كلمات وليست جملة حور بحر راحة بريد ما هي الحروف التي نزل جزء منها عن السطر؟ هيا انظروا إلى الكلمات مرة أخرى حور نجد في كلمة حور حرف الواوي والراء قد نزلتها عن السطر كذلك في كلمة بحر نزل حرف الراء أيضا عن السطر وراحة الراء والحاء كتبتا ينزلان عن السطر هيا فلنقم بكتابة جملة الخط معا لنرى الكتابة الصحيحة للأحرف فنكتب حرف الحاء فوق السطر ويبدأ بالكتابة من اليمين إلى اليسار حور فينزل حرف الراء أيضا هيا ننتقل إلى كلمة بحر فأضع الباء فوق السطر وأضع النقطة ثم الحاء في وسط الكلمة ثم الراء تنزل عن السطر أضع سن القلم على النقطة الحمراء فاكتب الراء والألف فوق السطر ثم الحاء تنزل عن السطر بريد الباء فوق السطر وأضع النقطة ثم الراء تنزل عن السطر فاليا فوق السطر ثم الدال أحسنتنا وبعد أن كتبنا جملة الخط فقد جاء دوركم فلنبدأ بكتابة الكلمات وأبدأ بالكتابة من الأسفل إلى الأعملة رقم واحد ثم اثنان ثم ثلاثة ثم أربعة ونجلس جلسة صحيحة عند كتابة الكلمات كتابة الكلمات بخط نسخ جميل لقد تعلمنا هذه المهارة هيا لنتقل معا إلى كتابة ما سيملى عليك كيف سنكتب الكلمات غيبا؟ هيا انظروا معي مهارة الإملاء نجد أن كلمات الخط هي كلمات الإملاء أيضا حور، بحر، راح، حديد هل هذه الكلمة موجودة في جملة الخط؟ لا، فهي كلمة تزيد عن كلمات جملة الخط بريد هيا نلاحظ كيف سنكتب هذه الكلمات الإملاء المنظور هيا ننظر للكلمات ونقوم بقراءتها قراءة صحيحة حور، ماذا في كلمة حور؟ نبدون بالواوي بحر، راح، حديد، بريد هيا لنشاهد بعض الكلمات ثم نكتبها صبوريا غيبا حور، بحر، راح، حديد هيا لنكتب الكلمات غيبا حور، بحر، راح، حديد، بريد والآن عزيزتي ولية الأمر فقد جاء دورقي فابدأي بإملاء الطالبة الكلمات إملاء صحيحا ثم بعد ذلك نقوم بتصويب الأخطاء انتهت حصتنا لهذا اليوم وإلى لقاء في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته